أهلاً بكم في قناة أرب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد اليوم إن شاء الله سنتكلم عن البيت بفقرة كاملة هل إني إن شاء الله كيتا أكمبر بشارة تنغرومة دنان طارغراف لنكب انتظرنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون أهلاً بكم هذا الدرس من كتاب تكلم العربية الجزء الثاني الدرس الثالث عشر صفحة سبعة أولاً استمع إلى الفقرة وانظر إلى الصور يعني برتمس لحكم من دنغر براقراف نياداً لحات جمبر نياد أنا أسكن في إندونيسيا أسكن في جزيرة بالي بيتي في منطقة دنبسار بيتي كبير وواسع في بيتي ثلاث غرف غرفة النوم وغرفة الجلوس وغرفة للأطفال وكذلك مطبخ وحمام في غرفة النوم لدي سرير ووسادة ودولاب ومرآة وستارة وفي غرفة الجلوس لدي أريكة وطاولة وتلفاز وكرسي ومكيف في غرفة الأطفال لدي دولاب للأطفال ورف ومكتبة صغيرة ومروحة في المطبخ لدي موقد وثلاجة وأطباق ودولاب للأطباق وفي الحمام لدي سخان ودلو ومغرفة للماء وخرطوم وصابون للاستحمام هذا كله في بيتي وأنت ماذا يوجد في بيتك هل سمعت الفقرة جيدا أبقى كمو سده من دنگر براقرف نياه دنگن بايك طيب الآن أنا قلت سيسده بلان أسكن في اندونيسيا في جزيرتي بالي سيatingل دي اندونيسيا دي بلاو بالي بيتي في منطقة دنبسار رو مهكو دي دائرة دنبسار طيب بعد ذلك قلت ستلاحني أسابي لان بيتي كبير وواسع رو مهكو بسار دن لوس في بيتي ثلاث غرف دي دالم رو مهكو تيجا كمار غرفة نومي كمار تدور غرفة الجلوسي وانتمو اتو كمار ددوء غرفة بالأطفال كمار انتو انا انا ومطبخ وحمام دان تنبت مساء اتو دابور وكذلك كمار مندي طيب بعد ذلك مفردات كثيرة ستلاحنيا ادبانيا كوسكاتا انت رأيت الصورة وتفهم المعنى كموسده لها جنبرنيا دان ان شاء الله فهم ارتينيا الان يجب عليك ان تحفظ الفقرة سكرانك محارس حفال باراغرافنيا وتتكلم بها كثيرا دان بن يأبر بتشارا دان باراغرافنيا وهذا هو درس اليوم اي توب لجرانيا هرئني لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات كلا وادبرتني انسى لحكا انتوليز دي كومنت شكرا لكم وإلى اللقاء عرب بوكاست تكلل العربية